يعني انه في رجال حلو وابعدين انه عندي ورقة الزوج هذا اول شيء برغم من انه في ورقة تتابعة انه في مشاكل موجودة بس يعني ان القراءة حلوة وكمان احب بشرك انه طلع عندي طاقة تبعك حلوة كتير طاقة الورقة اللي اجتك انه في عندك حظ 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 حظه في عندك صفر ممكن يكون قصير هيك في حب موجود بحياتك حب حظ في حدا بفكر فيك يعني شغلات حلوه طاقتك حلوه انرجي في طاقة ايجابية الموم اليوم رح نعمل القراءة العاطفية ورح نشوف احوالك ايه يا برج الدلو مشاعر الحبيب اتجاهك ايه والعلاقة ماشية زي فالاوراق اللي طلعوا اوراق جميلة جدا وراح نبلش احب ذكر كمان انه انا عم حاول اتكلم بطريقة تفهموني بها لانه اللهجة تبعنا احنا هون ما رح تفهموا علي فهم لا هيك رح نبلش فاللي انا شايفاه يا برج الدلو انه انت في وقت فرح وسعادة وحاليا كتخرج كتتفسح يعني بتخرج وتتوسح في طاقة ايجابية جدا كمان عندي في ورقة بتقول لك عشان ترجع رومانسية لحياتك اكتر لازم تبقى اكتيف وسعيد ااااااا بأنت كدة فعلا انا اضع علي انت فرحان جدا وفي طاقة من الايجابية وعلى فكر الحبيب كمان بحقق نجاحات وسعيده فرحان وبمقدة وقت حلو يعمل عم كتوز يعني وقت حلو احب بشرك انه عندي الحبيب عايز ارتبط بك بيحبك كثير كثير اما اذا كان عين ممكن يكون شوية تعبان طالقة في عندي ورقة انه ممكن يكون تعبان احتمال يكون جسديا او نفسيا بحب بشرك انه رح يتشافى لانه حاليا بيعمل استشفاء وهو كمان شايفك شخص جميل يا برج الدلو وشايفك شخص بتمسك اعصابك ومميز وفيك شغلات كثير حلوة من جواتك كمان طلعت عندي في ورق لي الحبيب الورق بيقول له انه الحبيب احيانا بيبقى حاسس انه الطريق قدامه مسدودة ولكن دي مجرد اوهام وعشان ما يبقاش الحبيب عشان الحبيب ما يبقاش حاسس بهذا الاحساس انه الطريق امامه مسدودة لازم يدور على طريق تانية هيك الورق بينصحه وكمان الحبيب بيفكر انه ممكن يحل المشكلة معاك سواء كانت فلوز او ارتباط او زواج او حتى العيلة اذا كان في مشاكل هيك او شغلات يعني صارت بيناتكم فانا بشوف انك ممكن تكون بتتعامل مع شخص ترابي سواء كان عضراء شو اسمه الثاني تور أو حتى البرج الثاني أو حتى برج الأسد لأن التفكير بيشبه الأبراج الترابية لأنها بتفكر بطريقة واحدة في مشكل إذا لازم لقي الحل يعني الأبراج الترابية بالرغم من أنهم عم بيفكروا كتير وعم بيحسبوا خطواتهم بس عم يعني بدهم يلاقوا الطريقة عشان يخلصوا من المشكلة اللي عندهم بطريقة تناسبون وحقيقة الشخص ده غير تفكيره وبدأ بيفكر في طريقة ثانية غير نظرته حول العلاقات والحب والارتبار يعني هو بيقول إنه مش لازم تكون بنفس الطريقة اللي هو متعود عليها فهو حاليا متغير هو حاليا متغير حتى تفكيره متغير هو شايف إنه لازم يبدي العلاقة فرصة تانية خصوصا إنه شايفك إنك إنسان مرح وفرحان ومارح وسايب الأمور على ربنا وإنسان شايفك إنسان روحاني جدا وطيب وشميل وعندك قدرة على ضبط النفس وشايفك شخص حنون جدا بتطبطب على غيرك وطيب كتير كراءتك حلوة يا برج التلو حلوة وحب تشرك إنه في عندي إنه خلال الأسابيع القليلة القادمة الأمور هترجع لمجريها بينكم وحتتحسن والشخص ده هيدور على حلول مناسبة عشان يضبط يضبط بيها العلاقة تبعكم وتكونوا في سعادة ومتفاهمين أكتر كمان إنت يا برج الدلو أنا حبيت برج الدلو خلص كمان إنت يا برج الدلو إنسان طيب وكأنه الورق عطيني إنه إنت سفير السلام إنسان قلبه مفتوح للحب إنسان طيب وما بيحبش المشاكل وإنسان مش بتاعي لف ودوران وإنت كمان شايف الحبيب كده شايف إنه مش بتاعي لف ودوران وإنت كمان بتحس بالسعادة والإلفة معه وفي الفترة الجاية خليني شوف لك في الفترة الجاية الأوراق كتير حلوة طلع عندي ورقتين للزواج يعني الورقة التانية هون ورقة هون يعني الانسان دعم يفكر في الارتباط يعني بصراحة شوف لك في الفترة الجاية اهام. خلينا نشوف. اهام. انا على طول عم حب حط الورق عشان ما نضيع يا برج الدلو. في الفترة الجاية هتلاقي في طرق مختلفة تقدر تقرب بها وجهات النظر بينك وبين الشخصها. انت غتقدي وقت حلو. غتخرج وتنبسط وتتفسح. حيبقى في تواصل روحي بينك وبين الشخصها. انت ممكن يعني يمكن حيتم عندكم في الزواج خلال الشهر. يعني يبين عندي ورق الزواج مرتين يعني. كذلك عندي في فرح في سعادة يعني في شغلات حلوة يا برج الدلو. كمان في عندكم ثلاث افراق يا كمان. يعني في ثلاث ورقات. في عندي طالع ورقة الزواج ورقة الاطفال ورقة الحياة السعيدة يعني ممكن الاوراق دي تطلع مع بعضا يعني هيك يعني. هدي اول قراءة بتطلع فيها كل هالشغلات هاي. وحتى يا برج الدلو اذا كنتو انتم متبعدين ففي عندكم رجوع داش مأكد عندي. اا وفي ناس حيبقى في عند حمل اا تمان. اا كمان قايز تعملوا مع بعضكوان حاجات مشتركة ممكن مشروع ولكن اا انتم اللي هتكونوا مبسوطين يعني الشغلة هادي هتعملوها مع بعض في عندي اغتباط وزواج ورجوع وكل شي حلو تبارك الله وصله عن بي نحن بنقول تبارك الله وصله عن بي الله يسمم على خير كمان طبع عندي ورقة خليني شوف لك شوفوا رح يجي من ورا هالورقة اهه 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 لا لا انت حطك حلو انت خلاص طلعت لك ورقة السعادة خليني شوف لك هونيك اههه اههه انا الزواج طلع عندي ورقة الزواج والأولاد طلع عندي ورقة السعادة والفرح والأولاد اهه وكمان بتقولك الورقة اختر الشي يعني اختر الشي اللي هيوصلك لللي انت عايزه يعني الشي اللي بتشوفه مناسب لالك كمان عندي ورقة بتقولك انتو روحانيين انتو الاتنين اههههه من شخص ده هيتغير فاذا كنت قلقان منه فتطمن انا كبب perm條ك border لانůالشخص ده داخل تغيير مدعي لانوا شايفك الشيice المناسب Steuer وشايفك الهدوء والسلام الداخلي فانتو اللي اتنين هتتوزوا مع بعضكم وقت حلو يعني هتقضوا مع بعضكم وقت حلو عندي ورقة طلعالك طلعالك ورقة بتقولك انت واحد انت معجزة واحد من هذا الكون فحس بالارتباط الروحي اللي موجود بينك وبين وبين الاخرين مش بينك وبين الحبيب بينك وبين الاخرين لانك لما بتحس بالحب معه ومع الناس بتكون اكتر سعادة وفرح وكمان في ملائكة حوالينا وربنا موجود فممكن تتواصل في اي وقت لما تشعر بالوحدة مثلا ولكن انت اصلا في طاقة ايجابية عندك وحاسس انك سعيد وطالع عندي عندك طاقة فرح دعونا اشوف لك ورقة تانية يابر جدلو نشوف من نشوف شو بيطلع معنا نشوف شو هالورقة تكون انت المعززة وهذه بصراحة هذه هي الحقيقة لانه الانسان بحد ذاته هو معجزة خلقنا الله وكل انسان فيه معجزات كتير لانه في طاقة جميلة اوي عندك يا برج الدلو وانت بتقدر انك توزع هذا الطاقة هذه على الناس والشخص اللي معه كمان هو طيب كتير كمان بتقول لك الورقة انت وهذا الشخص اطلبه المساعدة من ربنا فانتو ممكن تكونوا مش مرتبطين حتى لو كنتوا منفصلين فانتو صلميت ورفقاء روح وفيكو ناس كذلك تتوأم شو على وحتى لو كنتوا منفصلين حتى ارجعوا لبعض لانكم بتحبوا بعض فالقراءة تبعكم قراءة حلوة يا برج الدلو كذلك عم شوف في قراءة تانية عندي هون انه في ناس بيناتهم مشاكل حب قلن انه الامور رح تصير منيحة ورح تخلص هاي المشاكل لانه انتو مع بعضكم سلميت وفي سواسل روحي ورح يكون في رجوع في ناس عندهم عرس كمان عندهم عرس وفي ناس عندهم خطبة بقل لهم الامور رح تمشي مزبوط بس انتو لازم تضلوا ايجابيين وضل عندكم الطاقة الايجابية حب قلنكم انه الحد واقف معكم والوقت وقتكم يعني بلش الحد الحلو مبلش معكم وحتى نفسي تكون حلوة وانتو ناس طيبين مبين عندي والملائكة وربنا واقف معكم طول ما انتو متوكلين عليه يعني توكلوا على الله فربنا معكم يا برج الدلو لا تنسوش تقولوا لي ايه الاخبار وايه الموضوع وايه القراءة الحلوة اللي عندي والطاقة الايجابية شو سر هاي الطاقة الايجابية تبرك الله وصلعن بي لان القراءة دي قراءة جميلة وملفتة للنظر بصراحة فقلوا لي ايه الاخبار في التعليقات واتنسوش تعملوا اشتلاك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلني كل جديد يوصلكم كل جديد اعذروني بس القراءة دي قطرت علي لانه قراءة حلوة يعني قراءة اه كثير حلوة وبرج الدلو وننطلع الملك بصراحة هاته الحبيب كثير منيح قال عندي ااااا اشوفكم عليخير واتنسوش تخبروني لانه في عندي فضول اعرف اااا الموضوع شو يعني الموضوع فربنا معكم مؤتما شكرا